هات الأطصال اسبابها فيغيس بكتيريا ولا فيطريات؟ بزاف ديال الناس يخلطوا بينهم أجي نعرفوا شنه هو الفرق بين الفيغيس والفيطريات والبكتيريا إنا أمرات كيديرو وكيفاش كنحربوهم نبدأوا بأكبر وحدين اللي هما الفطريات الفطريات كائنات حية مكوناة من بزاف ديال الخلايا وكتعيش تقريبا في قعل البلايس من طراب الخبز يبس كاين خمسة المليون ديال أنواع ومنهم الشامبينيو اللي كيدار في الطاجين الخميرة اللي كان أجنوب هالخبز الفطريات اللي كيكبروا في الماكلة الخاسرة وعاد اللي كيكبروا في الجسم ديال الحيوانات وبنادم وهدو هما اللي كيهمونا الناس اللي كيمرضوا بالفيطريات كتكون عندهم المناعة ضعيفة بزاف ولا كيكونوا متابعين الكورتيكويد والأنتيبيوتيك بمدة طويلة حيتي لامتوا البكتيريا المزيانة كيكبروا الفطريات من الأمراض لسبابها الفطريات كينا سيبانا والفافت والدول اللي كيقضيع لهم هو موضات فطري ماشي الأنتيبيوتيك دا بقا جيندوزوا البكتيريا البكتيريا حتا هما كائنات حياة ولكن كل بكتيريا مصوبة من خالية وكيعيشوا حتا هما في مكان حتا في الأجزام ديالنا واش عرفتم شحال من بكتيريا عايشة فينا 39 تريليون اللي هي 39 متبوعة بالتنص الزيرو كين البكتيريا اللي ضريفة وكين اللي كتجيب الامراض البكتيريا اللي مزيانة كتحمينة من البكتيريا والفطريات الخيبة وكين حتا اللي كتعاونة في الهضب ديال الماكلة وحتا في الصناع ديال اليفيتامينات كا وبي من الامراض اللي كتجيب سبب البكتيريا كين العواية الصل تيفويد والسيفيليس والدول الوحيد اللي كيقضيع لهم هو الانتيبيوتيك ولكن ستوب ما كينش غير الانتيبيوتيك واحد كل الانتيبيوتيك كيصلح ضد بكتيريا في شكل ده ببقى لنا غير الفيروسات وهما اللي صغار وسط هادو بثلاثة الفيروسات ما كائنات حية ما كائنات ميتة الفيروسات غير معلومة قاع الكائنات الحية عندها واحد البلان اللي مصوب عليه وداك البلان هو الحمد النووي اي حاجة بغير الجسم يصوبها كيقراش نوم كتوب في الحمد النووي عاد كيتبقها ولكن الفيروس ما عندوش اللي غادي يطبق له ديك المعلومة باش نبسطوها اكتر المهندس كيرسم البلان اللي هو الحمد النووي دي لالخلايا وكيعتيه للبناية يقرأ ويبنيو عليه الكائنات الحية عندهم البلان والبناية ولكن الفيروس عندهم غير البلان وما كان ليبنيه هاتش علاش ولا يبود خاصهم يدخلوا الوسط الخلايا باش يستعملوا البناية ديلهم ويتكاتروا من الامراض اللي كيديروا الفيروسات كان بوشويكة ليباتيت رواح انفلوانزا والصيدا الناس اللي ممرض بامراض مزمينة واللي بصحتهم ما كيحتاجوش ياخدو الدوا الى مرضو بشي فيروس بحال فيروس ديال الرواح حيث الجسم كيتفك منو على سبعيان ولكن كينش فيروسات اللي ولا بدخصهم مضاد فيروس وماشي انتيبيوتيك باش نقضيو عليهم بحال الصيدا وليباتيت بي ولا السي دابا اللي هضرنا عليهم كاملين نعودو نتفكر بان انتيبيوتيك ماشي دوا القاع الامران مخصوش يتاخد بلا قانون والانهار اللي ناخدوه ما غاديش يبقى ينفع حيث البكتيريا تلفوا عليه وما كيبقى يدير ليهم ووالو